تعتبر ألعاب RPG ذات طابع العالم المفتوح من الألعاب المحببة لمجتمع اللاعبين من هذه الألعاب عندنا ألعاب مثل Fallout و Skyrim و The Witcher لعبتين من هذه الألعاب هي من تطوير شركة Bethesda في هذا الفيديو رح نلخص مؤتمر Bethesda الذي نعرض أمس فخلونا نبلش مع بعض ولا تنسون اللايك إذا أعجبكم المقطع والاشتراك في القناة في بداية مؤتمر Bethesda أعلنوا عن لعبة Rage 2 وكان هناك عرض غنائي للعبة لعبة Rage 2 تتكلم عن Walker وهو Last Ranger وعرضوا لنا كذلك Gameplay وقصة اللعبة أن نيزك سقط على الأرض ودمرها بشكل كامل وانت تعيش في المستقبل بوجود وحوش وكذلك الناس تتهاوش مع بعض عشان تدور على موارد اللعبة من تطوير Studio Avalanche نفس الستيديو اللي قدم لنا اللعبة الرائعة جدا Mad Max فيها مركبات وطريقة الأسلحة والحرب في المركبات اللعبة رح تصدر في ربيع 2019 وبعد ذلك أعلنوا عن لعبة Elder Scrolls Legend وانها رح تنزل على PlayStation 4 والإكس بوكس والنيتندسويتش خلال هذه السنة وهي لعبة كروت مثل Hearthstone وإضافة إلى ذلك أعلنوا عن Elder Scrolls Online والإضافات الجديدة للعبة إضافة Dungeon وكذلك إضافة قصصية للعبة وبعدها شفنا تريلر أو دعاية وأعلان للعبة Doom Eternal السيكل مال لعبة Doom الأساسية وغير شذي أعلنوا أن Quake Champions لعبة FPS أو هي أساس ألعاب الشوتر متوفرة مجاناً الحين ولمدة أسبوع من تاريخ 10 إلى تاريخ 17 تقدر تنزلها على البي سي وتحتفظ فيها إضافة إلى ذلك أعلنوا عن إضافات للعبة Play طبعاً إضافة Story Mode وكذلك إضافة New Game Plus وإضافة Mode Survival أو الصراع على البقاء وكذلك قالوا أنه في إضافة اسمها Moon Crash متوفرة حالياً وبعدها قدموا لنا شركة Bethesda إعلان للعبة Wolfe Stein جديدة بننوان Young Blood التوأمين بنات PG واللعبة راح تكون بنظام الكو أب أو تقدر تلعبها Single Player واللعبة راح تصدر في 2019 إضافة إلى ذلك أعلنوا عن Wolfenstein VR بعنوان Cyber Pilot وبعد هذا كله طلع تود هاورد المخرج الإبداعي في شركة Bethesda ليتكلم عن Fallout لمدة 26 دقيقة بيّل لنا شنو طريقة اللعبة وغيرها لعبة Fallout 76 راح تصدر في 14-11-2018 راح تعتوي على خريطة أكبر بأربع مرات من Fallout 4 وراح تكون في منطقة West Virginia لعبة Fallout 76 راح تكون فيها نظام الأونلاين سواء PvP والPVE والريدات وغيرها من هالكلام استمر تود هاورد ويعلن عن شغلات يديدة من Studio Bethesda وهي Elder Scroll Blade ولعبة خاصة موجهة للموبايل وكذلك على جميع الأجهزة والحلو باللعبة أن تقدر تلعب Cross Platform لجميع الأجهزة يعني إذا أنت تلعب بالتليفون تقدر تواجه واحد وهو قاعي يلعب على البي سي اللعبة راح تتوفر بشكل مجاني قبل الله يختم تود هاورد أعلن عن فرانشايز أو سلسلة من الألعاب اليديدة طبعاً Bethesda عندها Fallout وعندها Elder Scroll Doom و Wolfenstein فلذلك أعلن عن سلسلة يديدة بعنوان Starfield الفيديو التشويقي للعبة كان يعطي لمحة نعرف أن اللعبة راح تكون في الفضاء فهذه سلسلة يديدة مو من جزء واحد يمكن تكون من كذا جزء ولكن قال أنه إحنا قاعد نشتغل عليها حق Next Generation قبل الله يختم ورانا فيديو تشويقي للجزء القادم من لعبة Elder Scroll بعنوان Elder Scroll VI يعني Elder Scroll VI كان هذا فيديو اليوم وبشكل سريع ملخص لمؤتمر Bethesda كام معكم عبدالله من قناة Redbox Gaming إذا عجبك المقطع اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك مع السلامة